تابعينا الكرام متابعي موقع عين مصر في كل مكان اهلا وسهلا بكم في لايف جديد من هنا وبالتحديد من محافظة الفيوم اه معانا نهاردة حالة لطفلة يعني نقدر نقول عليها اغرب اه مولود طفلة ريم اه مولودة طبعا اه بعين واحدة بدون انف اه مع وجود طبعا بعض التشوهات ايضا في الوش عموما اه طبعا هما اه لفوا على داكاترة كتير اه الموضوع طبعا مش مش سهل مش اي داكاترة ومش اي خوب وره اه يفهموا فيه وقالوا لها طبعا ان لازم العملية او اجراءات العلاج تتم طبعا اه بالخارج وطبعا ده مكلف جدا معانا طبعا والدتها هتحكي لنا بقى التفاصيل عن حالة ريم وايه القصة بالزبط من اول الولادة هي اسماري معود راضي هي مولودة بالتشوهات في الوجه كامل اه عندها شفة ارنبية سقف حل نقص في اللسى ما عندهاش من اخير موجودة مولودة بعين واحدة اه لعين التانية محتاجة كورة وعدسة ومحتاجة توسيع عندها نقص في الجبهة بتاع الوجه وكده كان عندها مشاكل في القلب بس الحمد لله خفت منها وتمام هي اول ما تولدت قعدت شهر في الحضانة ما من غير علاجات او اي حاجة فهم كانوا قعدنا في الحضانة بس مجرد عشان ما كنتش عارفة عامل معايا الرضاعة وكده فخرجت بعدها فكل الدكاترة قالونا لا لازم افضل حاجة ليه انها تروح ابريش وكده فانا قلت لا همشي بقى على الدكاترة الخصوصي وكده فقالوا ليه ازاي وكالتهم لا هروح لدكاترة خصوصي عشان ننجز في الوقت وكده فبحثت عنه تلقيت الدكتور واقل غانم روحت له الاول فهو قال لي لا انا ماقدرش اعمل لها اي حاجة العملية صعبة ومحتاجة دكاترة كبار ومحتاجة مركز كبير او مستشفى كبيرة فبردك لا ما روحت مستشفى حكومية على طول روحت والدكتور ممضحة بالحسن قال لي لا انا اقدر انا اقدر اعمل لها الشفة وكل حاجة لكن المشكلة ان هي عندها مشاكل في القلب عندها مشاكل في القلب ما اقدرش اعمل لها وغير ده كله هي عندها نقص كتير في الوجه مش هقدر اعمل لها اي حاجة الافضل يا بوريش روحت بوريش اااا قعدوني اول شهرين بعد كده حوالينا الدكتورة خديجة كلية الطب بأسنان فهي ركبت له هذه الاول قاعد بيه حوالي ارباح شهور بعد كده قالت خلاص هي اللي ستعدلت واللم شوية خلاص هي تدخل عمليات فورة رحنا بعد كده عادنا شهر فهي رأينا اتعدى كترة رأيت لا كده لازم ان تدخل عمليات فقاربو فهم دخلوا عملوها عملية تجربة خيطولوا عبارة عن صنطي في الشفة في الجهة اليمين وفي الجهة اليسار غير كده معمولوش اي حاجة فقالونا عادي بقى هتتبع معنا وكده فتبحت معهم بالفعل فقالونا لا خليكي بقى عادي حوالي 7 وارجع لنا تاني فانما رجحت تاني لقيت الفريق التب تغير خالص قالوا لي تمام هو الفريق ده بردك هيبقى كواس معك وكده ففضلت معهم اسبوع التاني قالوا لنا لا الحالة صعبة ومش هقدر اعمل لها اي حاجة طب يا جمعنا عايز الفريق التب الاولاني قالوا لأ طب الزوكة قالوا لأ خلاص والفريق تغير ولازم الفريق جديد فقالتهم طب ماشا انا عايز المستشفى بتاعته مكامر وديوش فقالوا لأ احنا خلاص على كده ما نقدرش نعمل لها اي حاجة غير لما خبرة تيجي من بره فجوا وقت رن علينا وقالوا في خبير جاء من انجلترا بس في القصر العيني روحت لهم القصر العيني تحت اشرف الدكتور مامدحو بالحسن فجئت بالن هو المشرف هناك قال لي تماما عارف الحالة وكده وخلها في بداية الموضوع وكده روحت لهم هناك بعد كده قالوا لنا ماشي روحوا واستنوا مننا اتصاب ان في حد يرن عليها مفيش اي حد يرن بعد كده طلحت طب هعمل اي قالوا لا ما خلاص استنى بقى لما حد يرن عليك او خبرة يجي تاني او كده فما ينفحش ان انا اعد وقت ده كله كان حوالي بنت عندها تسح شهور عشر شهور ما ينفحش المفروض ان انا كان بدأت عميات واندها ست شهور فدورت تاني على مراكز وروحت الجمعيات تاني وروحت لمركز اسمه مركز انو فنتي فالمركز ده قال لي لأ احنا بنعمل شفارنبيه بس الافضل ليكم هنشوف لكم ده كثرة تاني ونرن عليكم رنوا علينا قالوا روحت دمرداش تبع الدكتور محمد وكده روحت هناك قالوا لا لا الدكتور امير البربري افضل واحسن بالفعل روحت له كان حوالي يرم عندها عشر شهور حداشر شهر يا دكتور الحالة وكده عرف الحالة وقال لي لأ الاوراق المعاكمة اللي يشجع بيها لازم ان اوراق جديدة تبع المستشفى اللي انا فيها عمل لها اوراق جديدة عدت فيها حوالي طور شهور بعد كده يا دكتور العملية امتى الشهر الجاي الشهر اللي بعديه الشهر الجاي الشهر بعدين ما فيش فكده جوزي بدأ يكلم ناس من الوزارة وبعت لهم مع الصفح بتاعتهم فجدت واحدة متحدثة الرسمية اسمها مروة من وزارة الصحة جلمتني قالتلي انت محتاجة ايه وكده قلت لها لنقصني العملية بتاع بنتي وفيه اشعة واحدة اللي وقفة اشعة المخ قالتلي تمام ماشا خلص لك الدنيا تابنتي فين؟ قلتها في مستشفى دمرداش قالتلي لا الدمرداش مش تابعنا ده دي تابع الجامعات وانحنا من ناس ساسترع الجامعات بتاعتب ازاي اتب خاصة هنحاول اتفاجئتي بها بترن علي بتقول لي خلاص روحي والمدير هيخلص لك الدنيا بالفعل المدير رن علي انت ناقصك ايه احنا مقصرين معاك في ايه وبتقول لنا ناقصني العملية بتاع بنتي انا كياه خلصت كل الاوراق فضل هي دوب اشعة واحدة على المخ مش ناقصنا ايه حاجة تاني قاعد يحاول ان هو يدخلني قريب في المعاد وكده عشان الاشعة ما رلقوش وقت خالص قعدت استنات المعاد بتاعي في الاشعة بتاع المخ وأحصاب عملت الاشعة بتاع المخ وأحصاب وبعد كده عطني معاد خلاص هتدخل عمليات لأ بعد ما عملنا خلاص وهتدخل عمليات اتفاجأت انهما لمين فريق طبي كامل وقالونا لأ القلب فيه مشاكل وخطر ازاي وهي دخل عمليات قبل كده فبريش يعني يغير الليلون هلولك لي مشاكل في القلب هي لأنا شايفه معي دكتور قلب كويس موجود قلت له تمام يا دكتور فبعدها في شهرين لا ما كملت الشهرين هو شهر فبعمل ايكو جديد في التأمين هنا في الفيوم الدكتور قال لي ده قلبها سليم ومفوتش اي حاجة هي خفت وكويسة ومفش اي حاجة فما تأكدتش برضا فروحت معا دي القلب في مصر عمل لها ايكو جديد قال لي الحمد لله يا خفت ما فيش اي مشاكل في القلب وعطيها فقال لي لأ ده الجهاز باص وقدامه من 6 ل 8 شهر بعد ما يستطيع بعد ما اخذت اعدادات تبع ريهام سعيد وقالت لي لأ الحالة صعبة ونحن معناش جد كثير من التشوهات طيب ماشي اوكي انا عايزة قبل استاذ ريهام تعمل معي القو انا عايزة بس تصوتي يوصل لستاد الرئيس قالت لي هنحاول محدش رد علي كده انا رحت رئاسة الوزراء وروحت الوزارة الصحة بعد كده رحت للصحافة قالوا لي ماشي وانحاول وانحاولش فبعد كده قالوا لي طب انت رحت للرئيس وكده طب حاولت تروحيله وكده قلت لهم لأ انا ما عرفش مكان وهاروح له ازاي قالوا لي روح اصر الاتحادية رحت اصر الاتحادية فقابني هناك اللوعة وزبطت معاه فقال لي خلاص رحي مشياخة الازهر وانا مكلم له اثنان سيني رحت مشياخة الازهر واحد اللوعة هناك عطتني ورقة واحد الناس لأستاذ الرحمن وقال لي خلاص خلاص الورقة بس النهاردة خلاص اذا مش هتلحقهم لازم انترحلهم بكرة قلتهم طب ده انام الفيوم هارجع الفيوم وارجع تاني مصر تاني يوم قالوا معلش عشان انجلت في الاوراق بتاعتك بالفعل رحت تاني يوم مشياخة الازهر خدوا الاوراق قالوا لأ احنا التشواد مش تابعا طب معلش انا عايز ازاي اي حد تتبع مشياخة الازهر حد كبير حد تتبع ليه سلطة انه وصل حتى رسالت السيد الرئيس مهما مشياخة الازهر مش قليلة قالوا طب خلاص روحي واستنى اتصال محدش رد رجحت لهم تاني يا جماعة طب انا هعمل ايه طب انا عايز اقابل حد من مشياخة الازهر مشيوخه الكبار طب هعمل ايه قالوا طب ماشي طب بكرة بعد مفيش حد قابني فرجحت بعد كده لأسر التحديات تاني يا جماعة كده انا كان موعد شهر تسعة ان انا ادخل العمليات معادي شهر تسعة ادخل عمليات ازاي بقى اتلغوا ازاي اتجهز باز ما عرفش روح اقولوني لا ده هو الرئيس مش موجود اصلا طب يا جماعة اعمل ايه طب انا عايز اقابله طب قابل السكرتارية قابل اي حد تحت الرئيس وكده ان هو يوصل صوتي بعد كده الرئيس او وقت ما ييجي يشوف رسالتي موجودة قالوا لي افضل حاجة بعتله عالبريد بعتله الفعل عالبريد هو استاذ عمري ليزي ما حدش رد علي لحد الان حدش نهائي رد علي ولسه ما نخذتش اي خطوة ما حدش اي حد وقف معايا ولا حد بعثلي رسالة ولا حد رن علي ولا اي حاجة الرسالة بنت توصلها لمن عايزة توصلها لمن انا الرسالة بتحت انا عايزة كوصلها للرئيس بش عايزة وصل لأي حد غير رئيس لان اوزير الصح موقفش معايا لان انا روحت له اكتر من اربع مرات متحدثة الرسمية طواما متحدثة الرسمية كلمتني اكيد ان الوزير عنده خبر طيب ازاي ما عملش اي حاجة لحد دلوقتي ما عملش اي حاجة نهائي اه انت اي رسالة دي انت متوصليها للسيد الرئيس طبعا يعني دايما الحالات اللي بتكون شابه كده او زي كده يكون فيه اهتمام بيها نتمنى طبعا ان صوتك ده يوصل بعد كل المعنى اللي انت عانتيها مع الدكاترة ومستشفيات وكذا موعد موعد وغير ده كله انا عايشة في اماكن ارياف يعني صعب صعب وفيه ناس والكلام كتير يعني الكلام كتير يعني فيه اللي قال لي ايه ده ده شابه الكلب ازايب انا قدما بتشبهها بالشبه ده واللي قال لي الافضل ليك انت بتاهلك مش موجود سيبها في شقتك وطلع انت بتاهلك رايحة احصابك يومين تلاتة وربنا هي رايحك منها يعني انا لو واحدة متخلفة او جهلة وسمحت كلامهم مين لا يشي الزنبها اكيد انا بنتي كنت يعني يعني لا ما هم انا عارفة ان هي بنتي بس من الزنب الواحدي فان رئيسة الجمهورية في الوقت ده فان وزير الصحة فان الاعلاميين فان الصحافة فان الاطباء انا عايز افهم لحد دلوقت ما فيش دكتور واحد في مصر قادر يساعد بنتي مستحيلة بسبب بقى الفلوس بسبب ايه ما عرفش يعني هما ياريت بيقولوا انها هي لها يعني هنعمل هنعمل وولها مبالغة لو وصلت لقيها نبيع بس ما فيش حد بيقول كده هما بيعودوا شهر واثنين وثلاثة احنا ما الناس جعب الدكتور اللي عاد احنا هنعمل احنا هنسوي ما فيش حد بيعمل حاجة طب ازاي يا جماعة ازاي رئيس الجمهورية بعتلك بطل مرة خمسمائة مرة كل الصفح بعتلها رئيس الجمهورية المفروض غير ده كله احنا بعتلك ورق في البريد ازاي الجورنال برضا نشر لنا بقاله حوالي اكتر من ثلاث شهور استاذي حبيبة جمالي صحفية نشرت لنا برضا الفترة اللي عدت محدش رد لأ نتمنى طبعا صوتك يوصل ان شاء الله والرسالة دي يعني في تفاعل الناس عليها وان شاء الله بسم الله حد يكون سبب ان هو العملية بتاعتها تتم على خير ان شاء الله ان شاء الله شكرك يعني شكرا حد طبعا زي ما حضراتكم تابعتوا معانا دي حالة الطفلة ريم زي ما اسمعته من والدتها كده يعني معاناة معاناة مع كزا دكتور مع كزا مستشفى ده بيوديها لده وده بيوديها لده هي بتوسر رسالتها وسوتها لرئاسة الجمهورية عشان هي عايزة بس بنتها تخف مش عايزة غير كده ده ده المطلب الوحيد لها لانها فعلا يعني الموضوع بيكون متعب لأي ام بتكون في الحالة دي من كلام الناس من تعب عند دكتورة من هنا لنا فبيبقى كل امالها في الحياة ان بنتها تخف اتمنى طبعا ان الرسالة بتوصل طبعا الكرام الى هنا قد وصلنا اشتركوا في القناة